خبر نزل على الجزائريين كالصاعقة اهتزت له مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة اليوم بين الصدمة وعدم التصديق هل فعلا قائد الأركان جايد صالح توفي؟ تضاربت الأنباء بداية عبر هذه المواقع لتتأكد بعدها عبر المنابر الإعلامية نعم جايد صالح مات بسكتة قلبية في بيته صبيحة الاثنين بين بكاء هذا الرجل الذي وقف كالسد المنيع أمام مختلف المؤامرات والتسائس التي حيكت ضد الجزائر وشعبها وبين رثاء معطر بالفخر من تضحيات جسام قدمها هذا المجاهد في سبيل حفظ كرامة شعبي وبلد المليون ونصف المليون شهيد هكذا نعى الجزائريون قائدهم الفذ وزراء في الحكومة نعى القائد الراحل عبر تغريدات تحدد خسارة الجزائر لهذا الرجل الأيقونة في تاريخها كرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ووزير الشباب والرياضة سليم برناوي رؤساء دول وصفراء بالجزائر بدورهم سارعوا إلى تعزية الشعب الجزائري في مصابهم الجلل عبر هذه المواقع أما الجزائريون من فنانين إعلاميين ومواطنين فمن عساهم يعزون أي يعزون جزائرهم أم يعزون أنفسهم في فقدان من وعد ووفى بإيصال الجزائريين بعد حراكهم الأسطورية إلى بر الأمان هي أمانة حفظتها وشاءت الأقدار أن تكرم لصونك إياها أياما قليلة قبل أن توفيك المنية لتسديها في أعناق رجال عاهدوك قوي صنديدا وسيحملون مشعل رفع الرأي وحفظها بعد ترجمة نانسي قنقر